زيمترين في نيك انسداد في قناتي فالو برندك سنو نتيجةً لذلك نجد أن الحمل هل يمكنك الصمت من فضلك؟ عذراً دكتور، ماذا تريد قولة؟ للأسف، الفحوصات تشير إلى عدم إمكانية الإنجاب آسف جداً لكن، أنا أتحدث عن الحمل الطبيعي التقليدي هنا هناك العديد من الخيارات، مثل التبني سأحضر لكم بعض الكتيبات، حسناً كريستا، عدم قدرتك على الإنجاب لا يعني عدم قدرتك على تكوين أسرة سأعطيكم لحظة، خليني أذهب لأحضر تلك الكتيبات، عذراً مرحباً، هل لديك الوقت؟ ليس حقاً مشغول قليلاً نعم حسناً كلنا مشغولون قليلاً اسمع العصابة هناك لم نتقاضى أجرنا سوف تحصل على أجرك الجميع سيحصل على أجرهم هناك مشكلة مع شركة الرواتب لماذا لم تقل شيئاً من قبل؟ انظر أنا أعلم بالمشكلة وأحاول إصلاحها مهلاً 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 بوب هل تستطيع أن تعذرنا للحظة؟ رائع هل يمكنك إغلاق الباب خلفك؟ شكراً جزيلاً تفضل بالجلوس انظر عليك أن تمنحني وقتاً أكثر لوكاس كنت سافعاً لو استطعت لكن ليس بيدي البنك يجب أن يمنحني المزيد من الوقت فقط القليل من الوقت الإضافي لم أكن أريد أن أذكر هذا لدي بعض الأمور الشخصية هل كل شيء على ما يرام؟ سوف نحلها تماماً كما سأحل هذا الذكاء الاصطناعي لدينا شبه جاهز بعض العينات فقط يحتاج إلى تعديلات بعضها متى تخطط لإنهاء هذه التعديلات؟ نحن في منتصفها المنتصف؟ نحن على وشك الانتهاء نحن قريبون جداً وصدقني عند الانتهاء سنسدد القرض بالفائدة أنت مدين بفائدة كبيرة في هذه المرحلة بينك وبيني شركة دي تيك مهتمة بشراء المنصة في هذه الحالة سأمنحك تمديداً شكراً لك تمديد قصير واذكر منزلك ضمان لك مرحباً كيف الحال؟ أنا بخير هذا تغيير مرحب به أنا سعيد إذن ما الذي حدث؟ ما رأيك فيك؟ التبني كريستا ربما يكون مجرد علامة على الأمور هتعلم؟ علامة علامة عدم تكوين عائلة تحدثنا عن هذا لا، ليس لتكوين عائلة إنه فقط ربما مجرد التمهل في إنجاب الأطفال كما تعلم مع التبني إنه ما كل هذه العجلة؟ ماذا تقولين؟ هل هذا ليس مهماً لك؟ لا لا أنت مهم لي حسناً هذا مهم بالنسبة لي مهم 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 الآن تدرك أن عملية التبني والتقييم الأولي قد تستغرق بضعة أشهر في بعض الحالات بضعة أشهر؟ مع حجم العمل الحالي لدينا؟ دعيني أرى ربما يكون هناك شيء يمكننا فعله لتسريع العملية عليك أن تعذرني يجب أن أذهب للحمام نهاية الممر يميناً؟ شكراً، يمكنك الاستمرار في الحديث أنا متأكد أنها ستخبرني بكل شيء شكراً 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 ولكن إذا سألت عن مخرج فيلم حديقة الديناصورات سيذكر ستيفاني أوشونيسي كان ذلك خطأاً لمرة واحدة ونحن نعبث بالتجميع في الوقت الفعلي أنت تعرف هذا؟ نعم، لكن هذا لا يفسر الأعطال الأخرى نعم، حسناً، الأعطال الأخرى أكثر تعقيداً في التفسير لو كانت أسهل لما كنا نخوض هذا النقاش أليس كذلك؟ علينا أن نحل هذا الأمر وإلا فلن ينجح يجب أن نتجاوز هذه العقبة أو سينتهي كل شيء ليس بعد هل كل شيء بخير؟ نعم، إنها زوجتي إذا قد تمت الموافقة لتبني طفل حسناً، تهانينا لكني ظننت أنك قلت ستكون بضعة أشهر كريستا مقنعة جداً وصلتنا إلى الخط الأمامي كان بإمكانها المساعدة هنا لكن للأسف لا تعرف البرمجة ماذا؟ يا رجل هل ستكون بخير بغيابي؟ هي ستذهب لتأخذ الطفل ثم سألتقي به في بولس آي نعم، سأكون بخير في الواقع سأحل هذا أسرع بغيابك حسناً، كلما كان أسرع كان أفضل شكراً لك يا رجل مرحباً، لوكاس، هذا تشارلي هل يمكنني التحدث معك للحظة؟ لحظة واحدة هل هذا الطفل اللي تبنيته؟ نعم، تشارلي هو من، تبنيناه لا أصدق أنك لم تتحدث معي بهذا لقد كنت أحاول التحدث معك حول هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية كنت تقولين لي دائماً أن أفعل ما أريد فظننت أنك تعنينا ذلك لم أكن أعلم أنه سيكون مصاباً بالتوحد هل تعرف كم سيكلف من المال؟ هل تعرف كم سيستغرق من الوقت؟ لوكاس، توقف عن الحديث بهذه الطريقة أنا لا، أعرف حتى من أنت تشارلي طفل رائع حسناً، ألم يكن لديهم أطفال آخرين رائعين؟ كان الطفل الوحيد المتاح للتبني لأن هناك سبب لذلك توقفي أريد كمبيوتر تريد جهاز كمبيوتر؟ حسناً حسناً، لماذا لا تشتري له لعبة لوحية أو شيئاً مماثل؟ قال إنه يريد حاسوب هو لا يعرف كيفية استخدام الحاسوب، فلن يلاحظ الفرق سأشتري بعض ألعاب الطاولة أيضاً شطرنج، هل لديك شطرنج وحاسوب؟ نعم، وبعض الكتب من المحتمل أنه لا يقرأ لوكاس، يعرف القراءة ويلعب الشطرنج نعم، وأنا متأكد أنه يعرف كيفية استخدام الكمبيوتر سأحضره إلى عملي، ويمكنه فك الشفرة في مشروعي نعم، ربما يستطيع لوكاس، أم سيدرك أن تعطيه فرصة ليجرب هذا؟ أن تعطينا فرصة، أنظر شرم أنك متوتر في العمل، لكن ما تتصرف كوحش؟ أنا آسف، حسناً، لكن لا يمكننا ببساطة أن ننفق المال هكذا ستكونين بخير، أنا أؤمن بك المنزل مدفوع بالكامل، لذا يمكننا دائماً أخذ قرض في الطوارئ لذا لا داعي للقلق، أليس هذا ما تقولينه دائماً؟ أريد فقط أن أمنح طفلنا حياة جيدة إنه ليس طفلنا من فضلك أعطنا فرصة، يعني لديه سماعات بالفعل سيكون المبلغ سبعمية دولاراً، رجاءاً شارلي، لا تأكل الطماطم؟ أنا لا أحب الطماطم أنت لا تحب الطماطم؟ لا أحب شعورها بفمي حسناً، هذا سبب سخيف لإهدار الطعام، المزيد من المال يضيع عذراً، هل يمكنني الذهاب للحمام؟ هل أنت بخير؟ أشعر ببعض الإشمئزاز فقط عليك أن تتوقف عن هذا؟ أنا متوتر، حسناً، وهذه الوضعية، لا تجعل الأمر سهلاً والدك اتصل اليوم؟ لا يريد مقابلتك على الغداء؟ لا إنه مجرد غداء ليس مجرد غداء، إنه ليس غداء أبداً أمي عليك على الأقل أن تستمع له أعرف ما سيقوله، سيحاول إقناعي بالعمل معه مرة أخرى يفعل ذلك في كل مرة أراه فيها لا أعرف متى سيدرك أن هذا لن يحدث أبداً إنه عنيد جداً يا رجل حسناً، الآن أعرف أين يجب عليك الذهاب هل يمكنك اصطحاب تشارلي غدا؟ من أين؟ المدرسة؟ أي مدرسة؟ بجانب مكتبة لوكاس، على بعد خطواتي من مكتبك تلك مدرسة عادية، هذا الطفل لا يستطيع حتى أكل الطماطم هل تعتقد حقاً أنه سيتعلم الرياضيات والعلوم؟ في الواقع، نعم، أعتقد ذلك إذا حكمت على سمكة بقدرتها على تسلق شجرة، ستعيش حياتها معتقدة بأنها غبية يجب أن تعطي تشارلي فرصة مرحباً تشارلي، أريد وضع حقيبتك هنا ماذا؟ أبي، من الذي دعاك؟ لماذا؟ هل ستطردهم بسبب خرق الأمان؟ نعم، أفكر في ذلك فعلاً سعيد برؤياتك أيضاً، وفر علي اللقاء نعم، حسناً، لا أتذكر النجاح أوه، هل هذا ابنك الذي أخبرتني عنه؟ نعم، هو متبنى، هذا تشارلي، مرحباً مرحباً، هل هو بخير؟ يبدو بطيئاً قليلاً إنه بخير، مرحباً تشارلي، هل يمكنك أن تعطيني دقيقة للحديث مع فرانك؟ أنت قريبة جداً قريبة جداً من وظيفة جديدة، إذا لم تنجزي اليوم حسناً، كم من الوقت والمال ستضيع على هذا الحلم؟ أنت، إنه ليس حلم مستحيل هذا بالضبط ما هو عليه، ذكاء مصطناعي، هيا إذا لم تنجح حتى الآن ربما حان الوقت لمواجهة الحقائق والعودة للعمل معي يا له من حلم بعيد المنال حسناً، عليك أن تستيقظ وتعد؟ ما يحدث ذلك اتصل بي عند عودتك إلى رشنك؟ حسناً، يا ذكي، لنذهب، إذا خرجنا من المخرج الثاني، ماذا سيكون؟ هل أنت أذكى من طالب في الصف الخامس؟ هيا، أذكى من أي شخص هنا؟ انتظر هذا لا يعقل يا شباب، هل يمكننا التوقف عن المزاح للحظة؟ ابنك ذكي جداً، لوكس، جميل، ليس ابني هيا، شارلي، لماذا لا تذهب وتنهي واجبك في مكتبي، حسناً؟ لقد أنهيته بالفعل قلت إن لديك حوالي خمس أوراق خمس أوراق عمل، خمسة عشر مسألة في كل ورقة أنجزت كل السبع وسبعين مسألة سابني سابن؟ يا خمسة في خمسة عشر يساوي سبع وسبعين كان هناك سؤالان زائدان حسناً، لماذا لا توريني؟ حسناً، يجب عليك دائماً مراجعة عملك مرتين؟ لقد فعلت، كل شيء تمام هذه الجبر، إذن عمرك عشر سنوات، الجبر للثانوية؟ إنه سهل للغاية مرحباً، كيف حالك؟ لا، تشارلي، نذهب إلى غرفتك مرحباً، كيف حالك؟ هل؟ هل ينسأ خبني بما يجري؟ هذه رسالة من البنك تقول إننا قد نفقد المنزل هل تريد أن تخبرني بالجديد؟ أخذت قرضاً، للحفاظ على استمرارية الشركة وضعت المنزل كضمان ليس أنت تخلص معي عن هذا؟ عندنا طفل الآن نعم وهذه أيضا مسألة أخرى لم نتطرق لها أكرت أخذنا عندي انتفقت لم أستمع ربما لو فعلت لما كنا في هذه الفوضى لم أستمع لم أستمع أنا من قلت لك أنني لا أريد طفلا لم أكن أريد تشارلي حقا؟ نعم هذا يغيرها من كان ذلك؟ أخبرت والدي كنت خائفة لوكاس ماذا تريد أن أفعل؟ حسنا عرض أن يسادد الدين كله نعم لكن يجب أن أعمل لديه إلى أجل غير مسمى حسنا هذا آخر شيء أرغب فيه الآن لدينا شهر واحد لسداد القرض لا أريد أن أنتهي في الشوارع هل تعتقدين أنك تستطيعين سداده بدون مساعدة والدك؟ ما أعرف حسنا لا أستطيع التفكير بوضوح الآن كل شيء يبدأ بالانهيار مرحبا يا جماعة أم عندي أخبار سيئة لأخبركم ما الذي يحدث؟ قد فعلناها ماذا فعلت؟ قد فعلناها قد اكتشفنا الأمر حسنا من الناحية الفنية ابنك هو من اكتشفه ابني؟ شارلي؟ نعم يبدو أنه عبقري كنا نتعامل مع الخوارزمية بشكل خاطئ تماما لكنه قال أتدري ماذا؟ تعال هنا أريد أن أريك أنت تخبرني أن تشارلي فعل هذا؟ نعم نعم إنه عبقري ماذا تريد أن تفعل يا رئيس؟ مرحبا يا تشارلي مرحبا أم الشباب في العمل أخبروني بفعلها هل أنا في ورطة؟ لا 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 على العكس سعتني كثيرا يا تشارلي أنا آسف أعني أنت طفل ذكي حقا وأنا حقا محبط من نفسي لقد كنت مشغولا جدا لدرجة أنني لا أستطيع الرؤية بوضوح لم يكن يجب أن أكون قاسيا معاك ولم يكن يجب أن أحكم عليك لا بأس أنا معتاد أنت معتاد على ذلك؟ نعم كما ترى منذ أن أتذكر الناس دائما حكموا علي لم يستوعبوا مقصدي كان والداي يشعران بالحرج مني ويعتقدان أنني عديم القيمة لم يظن أنني ذكي بسبب تواجدي في طيف التوحد لهذا السبب أعطوني للتبني أحب الرياضيات أعتقد أني نوعا ما أحب الرياضيات بعض الناس ما يفهمونها ولأنهم يفهمونها لا يحبونها ولا يريدون التعامل معها ولكن إذا أعطيتها فرصة وعملت عليها يمكن أن تكون مذهلة للغاية أعتقد أنني لم أترك انطباعا جيدا في البداية أبدا لذلك انتهى بي الأمر بمشاهدة طفل بعد طفل يتم تبنيهم وأنا متجاهلة بعد فترة بدأت أعتقد أنني لن أكون جزءا من العائلة أنا معتاد على أن يكون الناس قاسين معي أو بيتجاهلوني وهذا ليس جديد شارلي آسف حقا لإجبارك على ذلك أريدك أن تعرف أنني سعيد حقا لأنك جزء من عائلتنا ماذا تفعل هنا؟ ما هذا؟ إنها لعبة برمجتها لألعبها دعني أسألك شيئا شارلي ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ أريد العمل مع الحواسيب ماذا لو أخبرتك؟ يمكنك فعل ذلك الآن ترجمة نانسي قنقر 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 كنت أنك ستكون مشغولاً بتوضيب الأشياء هنا لكن يبدو أن الجميع لا يزالون منشغلين يحاولون خلق شيء من لا شيء حسناً في الواقع فعله تشارلي تشارلي؟ ذلك الأحمق؟ لا تقل ذلك لوكس تحققت من الأمور إنه طفل مصاب بالتوحد لم يرده والداه لا يستطيع تحمل الضوضاء كيف بحق السماء ساعدك ذلك الأحمق في اختراق مشروع ذكاء اصطناعي رائد؟ فرانك لا تتحدث عن ابني بهذه الطريقة لقد سددت القرض عشر مرات هذه الأرض الخيالية لا أصدق ذلك إذا حكمت على سمكة بقدرتها على تسلق شجرة ستعيش حياتها معتقدة بأنها غبية ماذا تقول؟ أتعلم في هذه المرحلة لا أعتقد أنك ستفهم أبداً الآن إذا سمحت لي سأذهب لأحتفل مع عائلتي هذا يعني أن تفضلي شكرا شكرا استمتعي مرحبا دعني أعتني تفضلي يا صديقي شكرا لك لوكس نادني أبي نسيت جلبت لك شي مستحيل ده هو لوني المفضل حقا؟ لم أكن أعلم ذلك واو لا كنت أعلم شكرا لك شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر